فصل في القراءة قال ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأولين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي في الأخريين هذا هو المأثور المتوارث قال وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافة لأنه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة قال ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفته لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة النهار عجماء أي ليست فيها قراءة مسموعة وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله والحجة عليه ما روينا قال ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجهر وفي التطوع بالنهار يخافته وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا له قال ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أما فيها جهرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة قال وإن كان وحده خافة حتما ولا يتخير هو الصحيح لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخير ولم يوجد أحدهما قال ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ فاتحة الكتاب لم يعد في الأخرين وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخرين الفاتحة والسورة وجهرة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يقضي واحدة منهما لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه تترتب عليه الصورة فلو قضاها في الأخرين تترتب الفاتحة على السورة وهذا خلاف الموضوع بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع ثم ذكرها هنا ما يدل على الوجوب وفي الأصل بلفظة لاستحباب لأنها وإن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه ويجهر بهما هو الصحيح لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في رقعة واحدة شنيع وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى ثم المخافتة أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره وهذا عند الفقه أبي جعفان الهندواني رحمه الله تعالى لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت وقال الكرخي رحمه الله أدنى الجهر أن يسمع نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون الصماك وفي لغض الكتاب إشارة إلى هذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك قال وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله وقال ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية وله قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن من غيذ فصل إلا أن ما دون الآية خارج بالإجماع والآية ليست في معناه قال وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي ثورة شاء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين ولأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وهذا إذا كان على عجلة من السير وإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وإذا السماء انشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف قال ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مئة وبكل ذلك ورد الأثر ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مئة وبالكسال أربعين وبالأواسط ما بين خمسين إلى ستين وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها قالوا في الظهر مثل ذلك لاستوائهما في ساعة الوقت وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الأشغال فينقص عنه تحرزا عن الملالي قال والعص والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط مفصل وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار مفصل والأصل فيه كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعاري رضي الله عنه أن يقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العص والعشاء بأواسط المفصل وفي المغرب بقصار مفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعص والعشاء يستحب فيهم التأخير وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأواسط قال ويطيل قراءة في الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة قال وركعة الظهر سواء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها ولهما أن الركعتين استوتا في استحقاق قراءته فتستويان في المقدار بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج قال وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها لأطلاق ما تلونه قال ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات بأن يقرأ سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في الفجر في كل جمعة لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل قال ولا يقرأ المتم خلف الإمام خلافا لشافعي رحمه الله في الفاتحة له أن القراءات ركن في الأركان فيشتركان فيه ولن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وعليه إجماع الصحابات رضي الله عنهم وهو ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتد الإنصات والاستماع لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإمام فأنصته ويستحسن قراءة الفاتحة قلف الإمام على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله ويكره عندهما لما فيه من الوعيد قال ويستمع وينصته وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص والقراءة وسؤال الجنة وتعوذ من النار كل ذلك موخل به قال وكذلك في الخطبة وكذلك إن صلى الخاطب على النبي عليه الصلاة والسلام لفريضة الاستماع إلا أن يقرأ الخاطب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيصل السامع في نفسه واختلفوا في الناء عن المنبر والأحواط هو السكوت إقامة لفرض الإنصات والله تعالى أعلم باب الإمامة قال الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق قال وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة وعن أبي يوسف رحمه الله أقرأهم لأن القراءة لا بد منها والحاجة إلى العلم إذا نابت نائبة ونحن نقول القراءة مفتقر إليها لركن واحد والعلم لسائر الأركان قال فإنت سوى فأقرأهم لقوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة وأقرأهم كان أعلمهم لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه فقدم في الحديث ولا كذلك في زماننا فقدم الأعلم قال فإن تسووا فأورعهم لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قال فإن تسووا فأسنهم لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وصاحب الله رضي الله عنهما وليأمكما أكبركما سنا ولأن في تقديمه تكثير الجماعة قال ويكره تقديم العبد لأنه لا يتفرغ للتعلم والأعربي لأن الغالب عليه الجهل والفاسق لأنه لا يهتم لعمل دينه والأعمى لأنه لا يتوقن نجاسة وولد الزنة لأنه ليس له أب يفقه فيغلب عليه الجهل ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة فيكره قال وإن تقدموا جازة لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر قال ولا يطول الإمام بهم الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من أما قوما فليصلي بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة قال ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعرات فإن فعلنا قامت الإمام وسطهن لأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذلك وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام ولأن في التقدم زيادة الكشف قال ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام وعن محمد رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عاقب الإمام والأول هو الظاهر فينصلى خلفه أو عن يساره جازة وهو مصير لأنه خلف السنة قال وإن أما اثنين تقدم عليهما وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يتوسطهما ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما فهذا دليل الأفضلية والأثر دليل الإباحة قال ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله فلا يجوز تقديمها وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء مفترض به وفي الترويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله ولم يجوز مشايخنا رحمهم الله ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهم الله والمختار أنه لا يجوز في الصلاوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ولا يبنى القوي على الضعيف بخلاف المظنون لأنه موج تاهد فيه فاعتبر العارض عدما وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة قال ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنها ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرنا قال وإن حاذتهم رأة وهم مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن والإمام إمامتها والقياس ألا تفسد وهو قول الشافعي رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسده وجل استحسان ما رويناه وأنه من المشاهير وهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقاب فتفسد صلاته دون صلاتها كالمأموم إذا تقدم على الإمام قال وإن لم ينوي إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا لزوفر رحمه الله ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء وإنما تشترى تونية الإمام إذا تمت محاذية فإن لم يكن بيجا بها رجل ففيه روايتان والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم وفي الثاني محتمل وفي شرائط محاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشهوات وأن لا يكون بينهما حائل لأنها عرفت مفزدة بالنص بخلاف القياس فيراعى جميع ما وراد به النص قال ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة قال ولبأس للعجوذ أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يخرجن في الصلاة كلها لأنه لا فتناة لقلة الرغبة إليها فلا يكره كما في العيدين وله أن فرط الشباق حامل فتقع الفتنة غير أن الفساق ينتشرون في الظهر والعص والجمعات أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون وفي العيد الجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره قال ولا يصل الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهرات خلف المستحاضة لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتد قال ولا يصل القارئ خلف الأمي ولا المكتث خلف العريان لقوة حالهما قال ويجوز أن يأم المتيمم المتوضئين وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصرية ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة قال ويأم الماسح على الخفين الغاسلين لأن الخف مانع سراية الحدث في القدم وما حل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة قال ويصلي القائم خلف القاعد وقال محمد رحمه الله لا يجوز وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنفس وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام قال ويصلي المومئ خلف مثله لاستوائهما في الحال إلا أن المومئ المؤتم قاعدا والإمام مضجعا لأن القعود معتبر فتثبت به القوة قال ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ لأن حال المقتدي أقوى وفيه خلاف زفر رحمه الله قال ولا يصلي المفترض خلف المتنفري لأن الاقتداء بناء ووصف الفرضيات معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد وعند الشافعي رحمه الله يصح في جميع ذلك لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة وعندنا معنى التضمن مرعا قال ويصلي المتنفل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء قال ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد لقوله عليه الصلاة والسلام من أما قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعاده وفيه خلاف الشافعي رحمه الله بناء على ما تقدمه ونحن نعتبر معنى التضمن وذلك في الجواز والفسار قال وإذا صلى أمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله وقال صلاة الإمام ومن لا يقرأ تأمة لأنه معذور أما قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أم العالي عوراة ولا بثين وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتد بالقاري تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جازة هو الصحيح لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة قال فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا فسدت صلاتهم وقال زفر رحمه الله لا تفسد لتأدي فرض القراءة ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلى عن القراءة إما تحقيقا أو تقديرا ولا تقديرا في حق الأمي لانعدام الأهلية قال وكذا على هذا لو قدمه في التشهد والله تعالى أعلم باب الحدث في الصلاة قال ومن سبقه الحدث في الصلاة إن صرفه فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي رحمه الله لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحدث العمدة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف في صلاته فليضع يده على فمه وليقدم ما لم يسبق بشيء والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمد فلا يلحق به قال والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبنياني صيانة لفريضة الجماعة والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامهم قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل قال ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقيا والقياس فيهما الاستقبال وهو رواية عن محمد رحمه الله لوجود الانصراف من غير عذر وجه الاستحسان أنه انصارف على قصد الإصلاح ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنا على صلاته فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخرج وإن كان استخلف فسدت صلاتهم جميعا لأنه عمل كثير من غير عذر وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح الصلاة على غير وضوء فانصرفه ثم علم أنه على وضوء حيث تفسد صلاته وإن لم يخرج لأن الانصراف على سبيل الرفض ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبله فهذا هو الحرف ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسيدي ولو تقدم قدامه فالحد هو السطرة وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب قال وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل الصلاة لأنه يندر وجود هذه العوارض فلم يكن في معنى ما ورد به النص وهو الحدث وكذا إذا قهقها لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع للصلاة قال وإن حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره أجزاءهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجزئهم لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هاهنا ألزم والعجز عن القراءة غير نادر فلا يلحق بالجنابة ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجة إلى الاستخلاف قال وإن سبقه الحادث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم لأن التسليم واجب فلابد من التوضع ليأتي به قال وإن تعمد الحادث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته لأنه تعذر البناء لوجود القاطع لكن لا إعادة عليه لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان قال فإن رأى المتيميم الماء في خلال صلاته بطلت صلاته وقد مر من قبله قال فإن رأاه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة المسح أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو مومعا فقدر على الركوع والسجود أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها بطلت الصلاة في الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال تمت صلاته وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله وليس بفرض عندهما فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسليم لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه الصلاة وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام تمت قاربت التمام والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارئ وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الخليفة للإمامة قال ومن اقتدى بإمام بعدما صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه أجزاءه لوجود المشاركة في التحريمة والأولى للإمام أن يقدم مدركا لأنه أقدر على إتمام صلاته وينبغي لهذا المسبوق ألا يتقدم لعجزه عن التسليم فلو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام لقيامه مقامه وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم قال فلو أنه حين أتم صلاة الإمام قهقها أو أحداث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسيط فسدت صلاته وصلاة القوم تامة لأن المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة وفي حقهم بعد تمام أركانها والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح قال فإن لم يحدث الإمام الأول وقد قعد قدر التشهد ثم قهقها أو أحدث متعمدا فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا تفسد وإن تكلم أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا لهما أن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازا وفسادا ولم تفسد صلاة الإمام فكذا صلاة المقتدي وصار كالسلام والكلام وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي تلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق يحتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام لأنه منه والكلام في معناه وينتقض وضوء الإمام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة قال ومن أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى ولا يعتد بالتي أحدث فيها لأن إتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلابد من الإعادة ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة قال ولو تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من ركوعه أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود وهذا بيان الأولى لتقع أفعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن وإن لم يعد أجزاءه لأن الانتقال مع الطهارة شرط وقد وجد لأن الترتيب ليس بشرط فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تلزمه إعادة الركوع لأن القومة فرض عنده قال ومن أما رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالمأموم إمام نوى الإمامة أو لم ينوي لما فيه من صيانة الصلاة وتعين الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحمها هنا ويتم الإمام الأول صلاته مقتاديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل تفسد صلاته لاستخلاف من لا يصلح للإمامة فقيل لا تفسد صلاته لأنه لم يوجد لاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة والله تعالى أعلم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قال ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته خلافا للشافعي رحمه الله في الخاطئ والنسيان ومفذعه الحديث المعروف وهو قوله عليه الصلاة والسلام روفع عن أمة الخاطئ والنسيان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وما رواه محمول على رفع الإثم بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان وكلاما في حالة التعمد لما فيه من كاف الخطاب قال فإن أن فيها أو تأوها أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها لأنه يدل على زيادة الخشوع وإن كان من واجع أو مصيبة قطعها لأن فيه إظهار الجازع والتأسف فكان من كلام الناس وعن أبي يوسف رحمه الله أن قوله آه لا يفسد في الحالين وقوله أوه يفسد وقيل الأصل فيه عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدان أو أحدهما لا تفسد وإن كان أصليين تفسد وحرف الزوائد جمعوها في قولهم اليوم تنساه وهذا لا يقوى لأن كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاي وإفهم المعنى ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد قال وإنت نحنح بغير عذر فإن لم يكن مدفوعا إليه وحصلت به الحروف ينبغي أن تفسد صلاته وإن كان بعذر فهو عفو كالعطاص والجوشاء إذا حصلت به حرف قال ومن عطاص فقال له آخر يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته لأنه يجري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم بخلاف إذا ما قال العاطس أو السامع الحمد لله على ما قال لأنه لم يتعارف جوابا قال وإن استفتح ففتح عليه رجل في صلاته فسدت صلاته ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفل قليل منه ولم يشترط في الجامع الصغير لأن الكلام نفسه قاطع وإن قل قال وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنا وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح لأنه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها قال ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقون من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى قال ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يكون مفسدا وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشمية للعطس والاسترجاع على هذا الخلاف في الصحيح قال وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح قال ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر لأنه صح شروعه في غيره فيخرج عنه قال ولو افتتح الظهر بعدما صلى منه ركعة فهي هي ويجتزأ بتلك الركعة لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على حاله قال وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله وقال هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى إلى أنه يكره لأنه تشبه بصانيع أهل الكتاب ولأبي حنيفة رحمه الله أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ولأنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع وعلى الأول يفترقان ولو نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند محمد رحمه الله لأن المقصود هنا الفهم أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد قال وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته ويدرأها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة مرور شيء إلا أن المار آثم لقوله عليه الصلاة والسلام لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوذر لو وقف أربعين وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان قال وانبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سطرة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سطرة قال ومقدارها ذراع فصعد لقوله عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الأصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود قال ويقرب من السطرة لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى إلى سطرة فليدن منها قال ويجعل السطرة على حاجبه الأيمن أو على الأيثر به ورد الأثر ولبأس بترك السطرة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريقة قال وسترة الإمام سطرة للقوم لأنه عليه الصلاة والسلام صلى ببطحاء مكات إلى عنزة ولم تكن للقوم سطرة قال ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط لأن المقصود لا يحصل به قال ويدرأ المرة إذا لم يكن بين يديه سطرة أو مر بينه وبين السطرة لقوله عليه الصلاة والسلام فادرأوا المرة ما استطعتم قال ويدرأوا بالإشارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلامة رضي الله عنها أو يدفعوا بالتسبيح لما روين من قبل قال ويكره الجمع بينهما لأن بأحدهما كفاية والله تعالى أعلم فصل فيما يكره في الصلاة قال ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو جسده لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كريه لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة قال ولا يقلب الحصى لأنه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام مرة يا أبا ذر وإلا فذر ولأن فيه إصلاح صلاته قال ولا يفرقع أصابعه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي قال ولا يتخصر وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصور في الصلاة ولأن فيه ترك الوضع المسنوني قال ولا يلتفت لقوله عليه الصلاة والسلام لو علم المصلي من يناجي ملتفته ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموقع عينيه قال ولا يقعي ولا يفترش ذراعيه لقول أبي ذر رضي الله عنه نهان خليلي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلبي والإقعاء أن يضع ألياتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح قال ولا يرد السلام بلثانه لأنه كلام ولا بيده لأنه سلام معنا حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته قال ولا يتربع إلا من عذر لأن فيه ترك سنة القعود قال ولا يعقص شعره وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبده وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو معقوس قال ولا يكف ثوبه لأنه نوع تجبر قال ولا يسدل ثوبه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل وهو أن يجعل ثوبه على رأسه أو كاتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه ولا يأكل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة فإن أكل أو شارب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة قال ولا بأس بأن يكون ما قام الإمام في المسجد وسجوده في الطاقي ويكره أن يقوم في الطاقي لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاقي ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان لما قلنا وكذا على القلب في ظاهر الروايات لأنه ازدراء بالإمام قال ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث لأن ابن عمر رضي الله عنهما ربما كان يستطر بنافع في بعض أسفاره قال ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان عادة وباعتباره تثبت الكراهة قال ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصورة وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلى معظم قال ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة لحديث جبريل عليه السلام إن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة قال ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد قال وإذا كانت تمثال مقطوع الرأس أو ممحو الرأس فليس بتمثال لأنه لا يعبد بدون الرأس وصار كما إذا صلى إلى شمع أو إلى سراج على ما قال قال ولو كانت الصورة على وسادة ملقات أو على بساط مفروش لا يكره لأنها توداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على ستر لأنه تعظيم لها وأشد كراحة أن تكون أمام المصلي ثم من فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم من خلفه ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره لأنه يشبه حامل الصنم والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجمع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه وهذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراحة قال ولا يكره تمثال غير ذو الروح لأنه لا يعبد قال ولا بأس بقتل الحياة والعقرب في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة ولأن فيه إزالة الشغر فأشبه درء المار ويستوي فيه جميع أنواع الحيات هو الصحيح لإطلاق ما روينا قال ويكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة وكذا عد السور لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا مراعة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة قلنا يمكنه أن يعود ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده والله تعالى أعلم فصل في بيان الكراهة خارج الصلاة قال ويكره استقبال القبلة بالفرج في القلاء لأنه عليه الصلاة والسلام ناهى عن ذلك قال والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ولا يكره في رواية بأن المستدبرة فرجه غير موازن للقبلة وما ينحط منه ينحط إلى الأرض بخلاف المستقبل لأن فرجه موازن لها وما ينحط منه ينحط إليها قال وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي لأن سطح المسجد ليس له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا يحل للجنوب الوقوف عليه قال ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد والمراد ما أعد للصلاة في البيت لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه قال ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة وقيل لا بأس به إذا خف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة قال ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وما إذ ذهب وغير ذلك وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به وقيل هو قربة وهذا إذا فعل من مال نفسه أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمنه والله تعالى أعلم بالصواب ترجمة نانسي قنقر